أكدت وزارة الصحة والسكان سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات السعودية وأشرت الوزارة إلى أن إجمالية دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 17 حالة خارج منهم 7 حالات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات إلى 10 حالات فقط حتى مساء أمس كما أشرت الوزارة إلى أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة ويتم متابعة حالتهم الصحية والمرور عليهم عدة مرات يوميا كما يتم متابعة الحالات التي خرجت بعد التعافي إلى جانب المتابعة الدورية لخمسة حجاج يتلقون جلسات الغسيلة الكولوية